يسعد كل أوقاتكم يا ربط الله بالصف السابع اليوم درسنا رح يكون بعنوان الزحف العمراني والتصحر حكينا عن مجموعة من الأخطار الممكن تتعرض لإلها البيئة طبعا إحنا حكينا عن الأخطار التغير المناخي والأخطار الطبيعية والبشرية هل إحنا حكينا لكل الحصص السابقة اللي هي عن الأخطار الطبيعية رح نفصل الطبيعية اليوم عن البشرية إحنا حكينا الطبيعية اللي كانت عبارة عن التغير المناخي الأعاصير، البركين، الزلازل، الفيضانات، الانهيرات الأرضية، الحرائق، موجات الحر كل هاي لأخطار طبيعية اليوم رح نبلش في الأخطار البشرية واللي قسمناها لثلث أقسام اللي هي زحف عمراني والتصحر وعند الحروب والنزاعات القسم الثالث تمام يا مس؟ طبعا اليوم درسنا رح يكون عن الأخطار البشرية الأولى اللي هو الزحف العمراني والتصحر هلأ أول إشي رح نتعرف خلال هذا الدرس على مجموع من المفاهيم الوجودة فيه اللي هي مثل الزحف العمراني ومفهوم التصحر ورح نبين أسباب الزحف العمراني ورح نبين كيفية مكافحة الزحف العمراني وأهم الطرق التي يمكن من خلالها مكافحة التصحر هلأ خلال هذا الدرس رح ناخد اللي هي المشاكل اللي سببها رح يكون الإنسان سببها الإنسان هلأ أول شيء اللي هي الزحف العمراني إيش يعني زحف عمراني؟ الزحف العمراني اللي هي الأرض الخضراء الصالحة للزراعة مع الأوقات بتتقلص مساحتها تمام؟ حيث يتم السيطرة عليها من قبل المباني والمصانع زي ما إحنا شايفين في الصورة بتزداد المباني والمصانع وبتيجي بتسيطر على الأراضي الزراعية تمام؟ يعني معناها اللي هي بناء المنشآت في الأراضي الصالحة للزراعة بناء منشآت على الأراضي الصالحة للزراعة تمام؟ إيش يعني؟ يعني إحنا بس يجي يصير زيادة لعدد السكان تمام؟ وخاصة في الدول النامية طبعا بصير نتيجة زيادة عدد السكان والهجرة اللي هي التحضر من الريف للمدينة بالتالي بدو يزيد عدد السكان وبتأكيد نتيجة زيادة عدد السكان بدهم يبحثوا عن المباني تمام؟ هلأ بدهم يبنوا مساكن تكون لئلهم وبالتالي بدهم يبحثوا عن أرض للمباني هلأ بيوصلوا لمرحلة هم بدهم برضه بدهم يوسعوا المدينة هلأ بيصير البناء في وسط المدينة بعدها بيصير توسع 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 يوصل لأطراف المدينة طبعا الأطراف دائما أطراف المدينة بدتكون زراعية وبالتالي بدت تذهب الأراضي الزراعية على حساب المناطق السكانية هلأ هذه الظاهرة موجودة في كل الدول المتقدمة وإننامية تمام؟ هلأ السبب الرئيسي لزيادة ظاهرة الزحف العمراني اللي هي عدم قدرة المدينة على توفير مساكل مناسبة لأعداد المتزايدة من السكان تمام يا مس؟ إذن هون خلال هذا السلايد أنا وضحت مفهوم الزحف العمراني وضحت سبب مشكلة الزحف العمراني اللي هو النمو السكاني والهجرة والمناطق اللي انتشرة فيها هذه الظاهرة اللي هي معظم الدول المتقدمة أو النامية تمام؟ وفسرنا العبارة اللي هي بدأ عملية التوسع تجاه الأطراف اللي في المساحات الخالية اللي هي لعدم قدرة المدينة على توفير المساكن الأعداد المتزايدة من السكان هي ظاهرة بشرية سببها مين؟ الإنسان نفسه تمام؟ عندي بتتطور حياته بصير بدي يشتري بيك بممكن برضه عندي سبب زيادة الزحف العمراني اللي هي زيادة القدرة الشرائية عند الإنسان مستوى المعيشة التطور وبالتالي بصير في عنده قدرة شرائية عالية هذا الشيء بيدفع على شراء أراضي تمام؟ فبيحب يشتري أراضي وبالتالي بيتوسع أفقي تمام؟ أفقي له البناء بجانب بعض المساكن بجانب بعضها البعض وليس بشكل عمودي يعني أنا ما ببني بشكل طوابق أنا طوابق أنا ببني بشكل أفقي تمام؟ هذا الشيء بيزيد التعدي على الأرض الزراعية تمام يا مز؟ هلأ هون بدنا نوضح أسباب الزحف العمراني والأثار السلبية الناتجة عن الزحف العمراني تمام؟ هذا موجود عندي دهي صفحة 70 أهم السبب اللي هي زيادة عدد السكان أنا حكيتها كل ما زاد عدد السكان كل ما زاد حاجتهم لا المباني وبالتالي بديزيد التعدي على الأرض الزراعية اثنين اللي هي تطور النشاط الصناعي لأنه إحنا بدنا مصانع تمام؟ وبالتالي ممكن نصير التعدي على الأرض الزراعية حتى نبني مصانع تمام؟ هلأ التغيرات الاجتماعية وزيادة القدرة الشرائية تمام؟ هلأ هون الخدمات الموجودة وفي نشاطات جديدة تمام؟ زراعة تجارة وبالتالي بيصير في عندي عوائد مادية أكثر عوائد مادية أكثر إذن هون بس أنا سير في عندي أموال وبالتالي بستطيع أني أشتري أراضي بشكل أكبر مما كنا عليه سابقا سابقا كان اللي هي النشاط أصلا مارسه زراعة وبالتالي زراعة قليلت الجني الأموال هلأ اتحسنت عندي قدرة الشرائية نتيجة العمل بأنشطة أفضل من أو مما كنا عليه سابقا تمام؟ هلأ تفتت الملكية الأراضي الزراعية هلأ هون قطع الأراضي تم تقسيمها لأن الأراضي الزراعية تكون مصنفة عندي لأربع دنومات أربع دنومات تمام أنا هون سمحت لإلي الحكومة بفرز الأرض الزراعية بتقسيم الأرض الزراعية لأكثر من قسم هلأ هلأ هذا التقسيم للأرض بالتالي بدي يصير السماح مثلا عندي أربع دنومات بدي أجي أقسمهم أو أفرزهم لأكثر من شخص أو مثلا دنومات بدي أقسمهم لأكثر من شخص لأربع أشخاص مثلا هلأ هذا الشيء بدي يصير من خلال هذه الأرض أو هذه الدنمين بدي يصير فيهم أربع شوارع تمام؟ لأنه بدي أحط حد فاصل بين كل أرض بدي أربع شوارع بدي كمان غير مساحة البناء غير مساحة مثلا الحضيقة وكذا إذن هون هذا اسمه تفتت تفتت أي تقسيم الأرض الزراعية بشكل أصغر مفروض تكون الأرض الزراعية أربع دنومات لكن هون صنفوها لكل دنوم اللي وحده هون هلأ هاي الشغلة يا ماز أنه الأرض الزراعية هي بتكون بسعر أرخص من الأرض المصنف أو المفروضة في البلديات مفروضة بأنها سكنية هلأ بتكون الأرض المفروضة بأنها سكنية عادة أغلى من الأرض المفروضة بأنها زراعية والتالي الإنسان أو المواطن بيلجع لشراء الأرض الزراعية تمام وتقسيمها يعني بيقسمها عليه وعلى عدد من الناس بيشتروها معه تمام وبيتم تقسيمها هلأ هذا التقسيم يؤدي لتفتيت الأرض الزراعية لأنه زي ما حكيت لكم قبل قليل بيتم بناء عليها شارع للحد بين الأراضي أو الفصل بين الأراضي بيتم أرضها أيضا بناء فيها مساكن هلأ شو الأثار السلبية للزحف العمراني هلأ كل الأشياء السابقة أدت إلى أثار سلبية تراجع مساحات المزروعة حول المدن أكيد كل ما زاد عدد المباني لأنه زاد عدد السكان وبالتالي بدأت قل مساحة الأراضي المزروعة إحنا هون مناقض نفسنا إحنا هون بدنا مباني وبدنا أراضي خضراء بدنا مباني وبدنا أراضي خضراء طبعا لا لأنه أنت التعدي لتعمله بتتعدي على الأراضي الخضراء وبالتالي بتقل مساحة الأراضي الترفيهية تمام أثنين النمو العشوائي للمدن النمو العشوائي للمدن هلأ ما في تخطيط ما في عند تخطيط كثيرة عالي للمدينة تمام وبالتالي هذا الشيء ممكن يسبب مشاكل متعددة هلأ إلي انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية المنتجة هلأ الأرض الزراعية بتعطينا أكيد إنتاج غذائي إنتاج الزراعي وبالتالي بس تتقلص مساحات الأراضي الزراعية وتقل الأراضي الزراعية وبالتالي هذا الشيء بده يقلل من نصيب الفرد من الأراضي الزراعية تمام لأنه كل فرد له نصيب وبالتالي بس تتقل الأراضي بده تتقل نصيب الفرد من هون سين أربعة هلأ هون عندي في رسم بياني لأكبر التجمعات الحضرية هلأ هون الرسم البياني بشيريلي أنه أكبر التجمعات الحضرية كانت في توكيو كانت في توكيو وأقل التجمعات الحضرية كانت في نيويورك إذن هون عندي التجمعات الحضرية أكبرها وأقلها هلأ الزحف العمراني في الأردن أكيد إحنا أي ظاهرة الأردن نتأثر فيها مثل أي دولة هلأ عندي الأردن لو نلاحظ أو نعطي مثال على عمان عمان أو الأردن أولا الأردن نسبة التحضر فيها كبير جدا لأنه عدد السكان اللي بيسكنوا المدن هو كبير هو كبير هلأ نسبة التحضر في الأردن حوالي 78% هذا الشيء أدى إلى استهلاك الأراضي الزراعية الخاصة إحنا لو نرجع للمعلومات العلمية بتشرلنا أنه أكثر المناطق خصوبة اللي هي مناطق الموجودة في عمان مثل منطقة خلدة أو تلعل علي هم من أكثر أراضي خصوبة ولكن لو نشاهدها في الوقت الحالي هي أكثر المناطق مبنية وبالتالي إذن هي أكثر مناطق عليها زحف عمراني عليها التعدي على الأراضي الزراعية اللي هي عمان هلأ تمام هلأ شو يعني أو كيف ممكن نعمل حتى نقلل من مشكلة الزحف العمراني عملة الأردن خطط تنموية شاملة ومتكاملة لعادة التوازن بين العمران وما يحيط بها من الأراضي الزراعية تمام هلأ هون إيش أكثر محافظتين بيتعدى فيهم الزحف العمراني نحو الأراضي الزراعية اللي هم عمان وإربد عمان وإربد هلأ هون ممكن أن نحط حل علل نحط كلنا يا مس اللي هو صفحة 71 الفقرة الثانية سطر الأول علل تعد الفقرة الثانية سطر الأول علل تعد مدينة تعي عمان وإربد أمثلة على الزحف العمراني نحو الأراضي الزراعية ليش؟ لأنها شهدت توسع عمرانيا كبيرا عن حساب الأراضي الزراعية عندي في خريطة التوسع العمراني في مدينة عمان هاي خريطة تركيبية يا ماس صفحة 71 لو كنا نتابع معي صفحة 71 في عندي خريطة تركيبية اللي هي هاي خريطة بنائية هلأ شو عمل اللي هون في الكتاب بنالي اللي هي كل سنة بلون أعطاني كل سنة لو نتبه على الليجانت اللي هو مفتاح الخريطة كل سنة أعطاه لون تمام أعطاني عندي اللون النهدي ل 1946 اللون الكحلي أو الأزرق الغامق اللي هو 1957 2003 اللي هو اللون السكني 2005 اللون الأزرق 1994 اللي هو اللون الأخضر هلأ هاي السنوات كلها إجا مثلي إياها ورسملي المباني المباني هلأ لو نيجي نتبه عندي مع اللون النهدي الغامق تمام بنلاحظ أنه مش موجود لأنه تم التوسع تمام هلأ بنيجي بنلاحظ اللون السكني تمام اللي هو عندي هون الانتشار قدي زاد منلاحظ أنه قدي بيزيد هلأ يا مس هون بنرسمها أول نقطة اللي هي السنة الأقدم بتكون لون النهدي فوقها بيتم السنة اللي بعديها بيتم رسم اللون السنة اللي بعديها اللي هو اللون الكحلي هلأ البعديها اللي هو اللون الأحمر اللي هو 1961 تمام وبعديها فوقيها بيتم تركيب اللي هي السنة البعدها اللي هي 1983 هلأ بعد هيك بيتم تركيب السنة البعدها اللي هي 1994 منلاحظ أن اللون الأخضر هون ايش في الوسط منتبع من اللي هي عندي عمان بيتم هون اللي هي اه توسع اللي هي اللون الأخضر بشكل أكبر بالاتجاه الغربي اتجاه الغربي أو الشمال الغربي تمام بشكل كبير يتوسع للأخضر هلأ بعد هيك ايجا اللون الأزرق منلاحظ برضو في عندي انتشار للون الأزرق اكتر توسع يامس منلاحظ في 1994 نتيجة اللي هي زيادة الهجرات في الأردن نتيجة اللي هي الحرب الخليج حرب الخليج اللي كانت 1992 هلأ بعد هيك ايجت 2005 2009 2005 أصفة كان في عندي اللي هي بعد المشاكل اللي كانت تتعرضها للعراق الحرب أو الهجوم الأمريكي على العراق في 2003 هلأ في 2005 هون نتائج لإلها في اللون الأزرق منلاحظ أنه في عندي انتشار بكل اتجاهات عمان انتشر السكان انتشر البناء هلأ اللون السكني عندي برضو انتشار كبير جدا في 2003 ايضا عندي انتشار وتوسع للمباني في مدينة عمان تمام هلأ من الاقتراحات اللي احنا ممكن نقوم بها أو نقترحها حتى نحد من ظاهرة الزحف العمراني اللي هي توعية المواطنين من مشكلة الزحف العمراني وخطرها اثنين اللي هي الحد من الامتداد والأفق اللي العمران أنا قلت لكم اللي هو التعدل الأفقي اللي هو استهلاك الأراضي أنا بحاول أني أبني بشكل عمودي بشكل طوابق ومنوضع سياسات تتعلق بإدارة الأراضي واستخدامها داخل مدينة وما حولها تمام؟ وتنظم حدود المدينة هلأ هون عندي المشكلة البشرية الثانية اللي هي التصحر قبل البدء بالتصحر أعرض عليكم فيديو قصير حتى وضح لي إيش يعني تصحر هناك تضريص أشكال مختلفة للهناخ حول العالم بعضها خضراء ذات درجة حرارة معتدلة والبعض الآخر صحراوي ذو تضريص صخرية وربلية تهطل به قليل من الأمطار أو تكون الأمطار فيه شبه معدومة هناك تضريص مشابهة للصحراء وتدعى بالأراضي الجافة وهي على عكس الصحراء تستقبل أمطارا وتتيح نمو غطاء نباتي للأسف هذه الغراضي الجافة تعاني من عملية تدعى التصحر أي أنها فعليا تتحول إلى صحراء إزالة الغابات سببها الرئيسي والنشاط البشرية ويليأ الإنسان لذلك بسبب تزايد الكثافة السكالية ما يؤدي إلى تأكل التربة أو انجراف التربة بسبب تعرضها للرياح والأمطار وتأثير آخر هو تغير المناخ وهو ردة فعل للأرض على تلوث الهواء الناتج من استخدامنا للوقود الأحفوري لا توجد أي طريقة للقضاء على التصحر ولكن يمكن إطاء هذه العملية من خلال زراعة الأشجار والحفاظ على الطاقة علينا الحد من إزالة الغابات قبل أن يفوت الوقت طبعاً إحنا هون شفنا فيديو بيعرضلنا اللي هو عن مشكلة التصحر وكيف إحنا ممكن نتجنب هاي المشكلة هلأ يا ميس مشكلة التصحر اللي هي ممكن نعرفها هي مجموعة من العمليات التي تؤدي إلى انخفاض انتاجية أي نظام بيئي عمليات ممكن تقلل من انتاجية أي نظام بيئي هلأ التصحر لها عدة أشكال ممكن تصحر الأراضي وممكن تصحر الأنظمة البيئية هلأ في حينتي هون صورة فرق بين الأرض الزراعية المزروعة بيئة طبيعية نظام طبيعي الموجودة على إيدك اليمين أما على إيدنا الشمال في عندي للأرض المتصحرة كيف اتحولت الأرض من أرض منتجة تمام كبيرة الانتاج إلى أرض قليلة الانتاج هلأ في عندي بيحكوا لأنه حوالي 70% من الأراضي الجافة بتعاني من التدهور وبيهدد هذا التصحر كثير من أو بتهدد سبل العيش لأكثر من مليار شخص بيعيشه في مئة بلد يعني حتى التصحر أي جفاف المنطقة هلأ جفاف المنطقة بيعاني منه أو بيأثر مباشرة على الأشخاص بيقلل من حصولهم على الغذاء وبالتالي ممكن أنه يسبب أو يأثر فيهم أمراض أو وفية هل هذا السبب طبيعي؟ طبعا ممكن يكون طبيعي اللي هو قلة كمية الأمطار لكن إحنا هون صنفنا بأنه بشري لأنه هناك مجموعة من العمليات اللي قام فيها الإنسان أدت إلى زيادة التصحر ورح نبين أشياء الأمور اللي عملها الإنسان وبالتالي أدت إلى زيادة التصحر تمام؟ إذن أشكال التصحر اللي هي تصحر الأراضي وتصحر الأنظمة البيئية هلأ يا مس عندي هون أسباب التصحر اللي هي أو قبل البداية بأسباب التصحر بس عندي هون في خريطة اللي هي المناطق المعرضة للتصحر في العالم أكثر المناطق المعرضة للتصحر في العالم اللي هي عندي موجودة في شمال غرب شمال وغرب أفريقيا تمام؟ وعندي الجزيرة العربية جزء من الجزيرة العربية وفي عندي يا مس جزء من الجزيرة العربية وفي عندي اللي هي جنوب وغرب اللي هي أمريكا الجنوبية إذن في عندي المناطق اللي ممكن نحكيها شمال وغرب أفريقيا وعندي أيضا جنوب وشرق أسفل أمريكا الجنوبية أمريكا الجنوبية هلأ الرعي الجائر وتحمل أراضي الرعوية أكبر من طاقتها هلأ النباتات هي كائنات حية حساسة جدا جدا وبالتالي إحنا كل ما زدنا ترك الحيوانات فيها وبالتالي كل ما زاد الرعي الجائر وبالتالي بتبطل تتحمل وتفقد قدرتها على الإنتاج وبالتالي بتتحول لأرض جافة القطع المستمر للأشجار أكيد الأشجار هي بمثابة حافظ للتربة تمام؟ كل ما كانت الأرض مزروعة كل ما حفظت التربة وزادت خصوبتها وبالتالي أنا كل ما زدت قطع الأشجار كل ما زدت ظاهرة التصحر الزحف العمراني وسب الزيادة السكانية حكينا إذن كل ما زاد الزحف العمراني كل ما زاد العمران تمام؟ بدي أحفر وأبني على الأرض تمام؟ بالتالي بدها تسبب تصحر لأنه أنا استهلاكي للبناء بده يقلل من جودة الأرض هلأ الزيادة المناخية أو خلينا نكمل الأنشطة الإنسانية والملوثات ممكن الإنسان بس يعرض التربة لملوثات شديدة أسمدة خطيرة أو اللي هي مبيدات أسفل اللي هي خطيرة هاي المبيدات ممكن أنها تلوث التربة وتزيد من أو تقلل من انتاجيتها وبالتالي بدها تزيد من التصحر هلأ التأثيرات المناخية اللي هي انجرافة التربة وتعريتها زياد أو قلة الأمطار وارتفاع معدلات الحرارة وبالتالي هذا الشيء بدي أدي إلى زيادة معدلات التبخر وبالتالي زيادة تصحر الأراضي تمام هلأ كيف إحنا ممكن نحمي نفسنا من مشكلة التصحر ونتخلص من التصحر اللي هي عمل خطة إقليمية ضمن خطة عالمية لحد نتصحر أنا لازم عالميا إحنا نحل هذه المشكلة خطة عالمية تنمية الغطاء النباتي وقف تدهوره إحنا ممكن نحذ دائما المواطنين على الزراعة تمام ونبين خطورة ترك الأرض ترك الأرض الزراعية وترك أنها تتدهور نبين للمواطنين مدى خطورة هذا الشيء لازم نقلل من جراف التربة عن طريق فعل حواجز هلأ آخر شيء إنشاء المحميات الرعوية اللي هي للتقليل من الرعي الجائر ممكن نحط حواجز شيك لإلها وبالتالي نقلل من وصول الرعي الجائر اللي هي الأغنام لهاي الأرض هاي وضحناها وهون رح يضل عندي بس أسئلة الدرس طبعا الأسئلة اللي أنا حليتها حطت لكم إياها والأسئلة اللي مش محلولة أنا هون رجعت وضحتها أنا شرحتها خلال الدرس لكن هون أنا رجعت وضحتها معاكم شكرا لحس استماعكم طلابي الأعزاء وإن شاء الله بشوفكم الحساس القادمة وتكونوا بكل صح بكونوا بصحة وبعافية يا رب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة للمشاهدة